في إطار حرص قوات المسلحة على تنظيم الفعاليات الدولية في مختلف المجالات العسكرية شهد الفريق أول محمد زكي القائد العام لقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي فعاليات المنتدى الدولي الأول لقوات الجوية تحت عنوان التحديات الناشئة وذلك بحضور كبار قادة قوات المسلحة وعدد من قادة قوات الجوية للدول الشقيقة والصديقة ووفود رسمية رفيعة المستوى في إطار حرص القوات المسلحة على تنظيم الفعاليات الدولية في مختلف المجالات العسكرية شهد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي فعاليات المنتدى الدولي الأول للقوات الجوية الذي نظمته القوات الجوية تحت عنوان التحديات الناشئة وذلك بحضور كبار قادة القوات المسلحة وعدد من قادة القوات الجوية للدول الشقيقة والصديقة ووفود رسمية رفيعة المستوى من الخبراء العسكريين في مجال الطيران وممثلي كبرى الشركات العالمية في مجال صناعة تكنولوجيا الفضاء والطيران والملاحة الجوية وعدد من وسائل الإعلام المحلية والأجنبية المشاركة في التغطية الإعلامية لفعاليات المنتدى بدأت فعاليات المنتدى بكلمة الفريق محمد عباس حلمي قائد القوات الجوية عرب خلالها عن ترحيبه بكافة الوفود المشاركة في المنتدى مؤكداً على أهمية تنظيم مثل هذه الفعاليات في التواصل وتوفير البيئة الخصبة لتبادل الخبرات التي تساهم في مواكبة التطورات المتلاحقة في مجال تكنولوجيا وعلوم الطيران لمجابهة التهديدات المحتملة وتضمن المنتدى العديد من الفعاليات التي شملت عرضاً تقديمياً للقوات الجوية المصرية تناولت دور الذي قامت به في مجابهة الإرهاب والتهديدات على كافة الاتجاهات الاستراتيجية في إطار أعمال القوات المسلحة لتأمين المصالح المصرية والأمن القومي كذلك رؤية القوات الجوية للدول المشاركة حول أهم التحديات والتهديدات التي تواجهها على المستويين الأقلمي والدولي وأسلوب مجابهتها كما ألقت عدد من الشركات المشاركة بالمنتدى الضوء على أهم وأحدث تطورات التكنولوجية في مجال الفضاء وعلوم الطيران وألقى الفريق أول محمد زكي كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة للمشاركين في فعاليات المنتدى مؤكداً على حرص القوات المسلحة في المشاركة لتقديم رؤى مستقبلية تعتمد على أسس علمية لمواجهة التحديات المختلفة مشيداً بكافة الموضوعات التي تم طرحها بالمنتدى وأهميتها في دعم الجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار والتأكيد على الجاهزية والاستعداد القتالي طبقاً لما تتطلبه المرحلة ترجمة نانسي قنقر